خلال يومين يخرج الرئيس الأفغاني أشرف غني وطاقمه الوزاري المصغر يعلن استعادة السيطرة على مدينة قندز الاستراتيجية شمال البلاد في حين تستمر الاشتباكات فيها وما حدث في قندز شكل في نظر البعض نكسة سياسية وأمنية للرئيس غني ومن هذا المنطلق هو يتحدث عن تشكيل لجنة تقص للحقائق الأولوية بالنسبة لي هي أن نتجاوز الخسائر في قندز هذه الأيام لكنني أمرت بتشكيل لجان تقص للحقائق بشأن تحديد هوية المسؤولين عن سقوط المدينة ومن تم محاكمتهم بدأنا العمل على توفير الخدمات وإعادة اللاجئين الذين فروا من قندز وخلال اليومين المقبلين سيعود جميع من غادروا قندز إليها وبينما تتحدث الحكومة عن استعادة المدينة وإعلانها خوض عمليات تفتيش على أطراف قندز إلا أن الأنباء الواردة من أرض المعركة تفيد أن المواجهات لا تزال مستمرة بين الطرفين وأن طالبان لم تنسحب بعد من المدينة نحن أمام عمليات عسكرية لم ينضي عليها سوى يوم واحد لاستعادة المدينة ولذلك فإنه من غير المستبعد أن نشهد استمرار القتال أراه ربما يستمر لفترة وجيزة لا أكثر خسارة مدينة استراتيجية من الناحية الأمنية في شمال شرق البلاد تفاعل معها الشارع هنا في كابل التي تشهد مظاهرات احتجاجية على ما يوصف بتقاعس السلطات في منع سقوط قندز استعادة مدينة قندز تبدو أمرا حتميا حسب متابعين إلا أن استمرار القتال وحالة القلق في الشارع من شبح عودة طالبان يبقي تبعات سلبية على الأفغان يصعب تجاوزها في الأمد القريب سفة الله صافي الحرة كابل